لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أعزائي المشاهدين برحب بكم في حلقة جديدة من حلقات الناق لأم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة الشيخ الحزيمي يتهم ابن حجر بتبديل دين الإسلام وحالة النهاردة هنأكد على اختلاف التوحيد عند الفرق المختلفة هنشوف الشيخ الحزيمي شرح رسالة في معنى كلمة التوحيد وأهل الكلام ليهم توحيد خاص بيهم والجهمية ليهم توحيد خاص بيهم وأهل الإسلام اللي هم يعني بنقصين أهل السنة ليهم توحيد خاص بيهم وإن أهل البدع دول لهم مسلمين ولا حتى موحدين وبيثبت إن ابن حجر كافر ومش مسلم وخلينا نشوف أول فيديو قال رحمه وتعالى وذاكر رحمه الله أن هؤلاء كلهم وإن كثرت أبحاثهم ومصنفاتهم فما منهم من يعرف ما دلت عليه كلمة الإخلاق لا إله إلا الله فلم يعرفوا التوحيد الذي أثبتته يعني كلمة التوحيد ولا الشركة الذي نفت هذا معنى كلامه يعني قاله في موضع عديد بين أن الفلاثفات وإن كتبوا ما كتبوا وألفوا ما ألفوا إلا أنهم لا يفهمون التوحيد وكذلك ما يتعلق بالجهمية والمعتزلة والأشعر جميع أهل البدع الذين لهم خوضوا في مسائل التوحيد ومعنى كلمة التوحيد لم يفهموا كلمة التوحيد بينئذ لابد من بيان ذلك أو بيّنه ولذلك نخذ كمثال من كلامه قال في الفتاة والجزء الثامن صفحة 100 وهذا الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف والزهد والعبادة لسيما إذا قرنوا به توحيد أهل الكلام توحيد أهل الكلام أهل الكلام لهم توحيد توحيد خاص بهم والجامعة لهم توحيد خاص بهم ونحن أهل الإسلام لنا توحيد خاص بهم ليس تم قدر مشترك توحيد يختلف عن توحيد أهل الإسلام قال لسيما إذا قرنوا به توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات المحبة والبغض والرضا والسخط الذين يقولون التوحيد هو توحيد الربوبية على التوحيد عندهم والإلهية عندهم هي القدرة على الاختراع ضلوا أضلوا قالوا التوحيد المراد الذي أرسل الرسم من أجله هو توحيد الربوبية هنا بيقول الفلسفة برغم أنهم ليهم أبحاث كتير ما فيهموش معنى لا إله إلا الله والتوحيد وشاركوهم في كده الجهمية والمعتزلة والأشعارة وجميع أهل البدع الذين لهم خوض في مسائل التوحيد ومعنى التوحيد وأهل الكلام ليهم توحيد خاص بيهم والجهمية ليهم توحيد خاص بيهم وأهل الإسلام اللي هم يعني أهل السنة ليهم توحيد خاص بيهم وإن توحيد الألوهية عند الأشعارة وعند ابن حجر طبعا لإن إحنا طبعا أثبتنا أنه أشعاري هو القدرة على الاختراع ضلوا وأضلوا وإن التوحيد ده مش هو التوحيد اللي جاه به الرسل لإنهم جاءوا أيضا بتوحيد الربوبية وخلينا نشوف كمان هيقول لنا إيه ثانيا أن معنى الإله في لا إله مراد به ماذا القدرة على الاختراع لا قادر على الاختراع من يعتقد هذا فليس بالمسلمين قال ولا يعرفون توحيد الإلهية ولا يعلمون أن الإله هو المألوه المعبود وأن مجرد الإقرار بأن الله رب كل شيء لا يكون توحيدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله مجرد الإقرار في توحيد الربوبية فإذا قال هذا المدعي فإلى سوء أو الأشعري أو الجهم أو أو إلى خليقا لا إله إلا الله يعني لا خالقا إلا قادر على الاختراع قل هذا ليس بموحد وهنا الشيخ الحزيمي بيوصل كلامه وبيقول أن من يعتقد أن توحيد الألهية في كلمة لا إله بمعنى لا قادر على الاختراع اللي بيعتقد كده ليس بمسلم ولا يعرف التوحيد وده ينطبق على إبدا حجر طبعا لأن اللي بيقول لا إله إلا الله بمعنى لا قادر على الاختراع إلا الله ده بيؤمن فقط بتوحيد الربوبية وليس بتوحيد الألهية فأي فيلسوف أو جهمي أو أشعري أو أي مبتدع آل لا قادر على الخلق إلا الله هذا ليس بموحد وكده طبعا ابن حجر ليس بموحد لو طبقنا كلام الشيخ الحزيمي عليه وخلينا نروح نشوف الفيديو كمان الجاي قال وأن مجرد الإقرار بأن الله ربه كل شيء لا يكون توحيدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرك يؤمن بالله وهم مشرك كيف آمن بالله وهم مشرك هل هو كما يقول الآن أصحاب العذار المسلم مشرك أو أنه أقر بإيمان الذي هو إيمان بالربوبية وأشرك فيه بالعبادة إذن وما يؤمن أكثرهم بالله بمعنى ماذا تسألوا من خلق السماوات والأرض قالوا ماذا الله يعني أثبتوا وآمنوا بتوحيد الربوبية ومع ذلك وهم مشركون يعني في عبادة الله قال عكريمة سيئة لشهود الربوبية العامة والقيومية الشاملة وهذا الموضع وقع فيه من الشيوخ الكبار من شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني الكبار من يشار إليهم البنام فيه العلم والتصوّغ ونحو ذلك وقعوا فيه في هذا المعنى قالوا هؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام يعني الشيخ Islam يرى أنه تم توحيد المشركين ما هو توحيد المشركين لا خالق إلا الله لا قادر على اختراع إلا الله هذا توحيد المشركين فإذا الزعف مسلمون أن توحيد المرسلين توحيد أهل إسلام هو هذا المعنى معرف مميز وإذا لم يميز كل من لم يميز بين التوحيد والشرك عليهذي لم يكن مسلمين وبيباصل الشيخ الحزيبي ان مجرد الاقرار بان الله رب كل شيء ده مش بيكون توحيد لان ده توحيد المشركين ايضا تسأل المشركين معنى خالق السمات والارض فيقول الله وهم يعبدون غيره لا خالق الا الله لا قادر على الاختراع الا الله هذا توحيد المشركين يعني ابن حجر توحيده هو ايه هو توحيد المشركين خلينا نشوف الفيديو اللي بعده قالوا هؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذي لكاله يعبدون الاصناع الى قال فمن كان غاية توحيد وتحقيقه هو هذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد المشركين ابرق بينهما وهذا المقام مقام واي مقام عظيم زلت فيه اقدام وظلت فيه افهام وبدل فيه دين المسلم بدل فيه دين المسلمين والتبس فيه أهل التوحيد بعباد الأصنام على كثير من من يدعون نهاية التوحيد والتحقيق والمعرفة والكلام هذا كلام خطير بد من تدبري بد لدين الإسلام والتبس أهل التوحيد بعباد الأصنام هذا الموجود الآن وماذا الذي يعبد القبر هذا مسلم إذن جاره يكون متبرئا من الشرك لكنه لا يفرق بينه وبين هذا كل منهما ماذا مسلم إلا أن هذا جاهل وهذا عالي أو لا هذا البرق بينهما إذن تبس أهل التوحيد من بأهل الشرك كما قال رحمه الله تعالى بعد كده بيواصل بيقول واللي مش بيعرف يميز بين توحيد المشركين والتوحيد اللي جه بيه الرسل ده لا بيكون مسلم وطبعا كل ده يعني طبعا توحيد الأشعار والجهم توحيد لا يختلف عن توحيد المشرك وطبعا إحنا تكلمنا في الحلقات قبل كده عن إزاي ابن حجر مرج وإنك لو سجدت لصنام أو نيتك تعبض الله وفي نيتك تعبض الله أنت ليس بمشرك وعشان كده الشيخ قال بدي لفيه دين المسلمين والتبس ماذا أهل التوحيد اللي بيعبضوا الأسطام وخلينا كمان نتأكد من كل الكلام اللي قاله لنا الشيخ ده من مرجع ونشوف الدورة الستانية في موسوعة الفرق الفرق الباب الثالث فرقة الأشعارة الفصل الرابع توحيد الألوهية عند الأشعارة المبحث الثاني عدم وضوح المنهج الأشعاري في توحيد الألوهية وأسباب ذلك يقول الجواب عن قول من قاله بأدنى معنى الإله القادر على الإختراع ونحو هذه العبارة قيلة الجواب من وكهين أحدهما أن هذا قول مبتدع لا يعرف لا يعرف أحد لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا من أئمة اللغة والثاني على تقدير تسليمه فهو تفسير باللازم لإله الحق فإن اللازم له أن يكون خالقا قادرا على الإختراع ومتلا بيكون كذلك فليس بإله حق هذا التفسير الذي ذكره أولئك الأشعار لهم فاسد كثيرة منها أن هذا التفسير يصير توحيد الربوبي هو أول الواجبات مما يؤدي إلى عدم الاعتناء بتوحيد الألوهية اعتداء اعتداء جيدا بل يؤدي إلى عدم معرفته حق المعرفة ومعنى الكلام إن ابن حجر مش بس مشكوك في إنه مشرك لأ ده كده ده كده يكون كافر ومش مسلم وألتقي بيكم في الحلقة الجاية ونواصل عقيدة ابن حضر لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الجن يبقى ولعوبة بين حقل المسا ترجمة نانسي قنقر